أصيب شخص بعيار ناري وصفت حالته بالحرجة وذلك خلال مشاجرة اندلعت إثر خلاف بين عائلتين في منطقة كفرنجة بمحافظة عجلون مصدر أمني قال إن مجموعة من الأشخاص أقدموا على القيام بأعمال شغب مشيرا إلى أنه تم فتح تحقيق بالحادثة وذكر المصدر أنه نتجت عن المشاجرة إصابة تم إسعافها إلى مستشفى الإيمان الحكومي وتداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورا قالوا إنها من أعمال الشغب حيث تظهر الصور أعمال شغب وحرق منازل